يسهم المشروع الزراعي المعروف بالصفى ببلدية بحديدة في توفير حاجة السوق من أصناف الخضروات والحبوب المزيد عن هذا المشروع نتابعه في سياق التقرير التالي منذ بداية تأسيس مدينة بحديدة مع مطلع الثمانينيات نشأت هذه التعاونية الزراعية التي تضم عشرات المزارعين من أبناء المدينة وعبر مراحل تطور هذا المشروع استفاد من تدخلات مقدمة من عدد من البرامج التابعة للدولة ينتج المشروع مختلف أنواع الخضروات والمواد الزراعية التي شكلت موردا لتزويد السوق المحلي إلا أن نقص الملاحظة في المياه أسهم في خفض إنتاج المشروع خلال هذا الموسم الزراعي شراء نزلت الثلاثة وثمانية وإحنا هم الأولين عايدين ونزلنا هناك وعدلنا هذا والله عدلنا هذا إن شاء الله والله مشروع زراعي وعنده مدينة عايشين فيه ما أخالك شي ما نحره وتفارك الله نوع الخضروات كامل وإلى جانب الزراعة يضم هذا المشروع وكذلك مدجنة لتربية الدجاج وبيعه حيث تعرف إقبالا كبيرا من سكان المدينة نشتغلها نفس التعاونية الصفحة حامدر ملان وشكلة متوفرة إن شاء الله للدشرة موفرين له الحمد إن شاء الله العظيم وواجهة الناس ويجينا من كل جاء حامدين ملان وتقبال ديوك ومربينهم تربية زينة ونظفهم نظافة زينة ونعملوا لهم أدواهم على صيفته ويجينا الناس وموفرين له الحمد باطل الحم يأسر من لوقات عودما وما هو صارح في الدشرة هنا سيقعد مع البوحفية للحامد الكبير وتوجهنا الدشرة مولة وارك الله ترفضهم إن شاء الله العظيم وقد عززت التدخلات التي استفاد منها مشروع الصفحة في بلدية بوحديدة من استمراريته والرفع من مستوى إنتاجه ليصبح من أهم المشاريع الزراعية وأشهرها على مستوى البلدية محمد لملهادي قناة الموريتانية بلدية بوحديدة في مقاطعة ألاك ترجمة نانسي قنقر